تدين وزارة خارجية مملكة البحرين إطلاق ميليشي الحوث الإرهابية طائرة مسيرة تجاه مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتستنكر الوزارة بشدة قيامها أيضا بإطلاق طائرتين مسيرتين تجاه مطار أبهى الدولي في اعتداء إرهابي جبان واستهداف مستمر ومتعمد لسلامة وأمن المنشآت والأعيان المدنية والمدنيين وتشهد وزارة الخارجية بشجاعة وتشيد بشجاعة ويقضة قوات الدفاعات الجوية السعودية والتي تمكنت وبكل جدارة من اعتراض الطائرات المسيرة وتدميرها مؤكدة وقوف مملكة البحرين جنبا إلى جنب لجانب المملكة العربية السعودية ودعمها الكامل في كافة الخطوات والجهود التي تتخذها ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها